ومن ضمن أهم البنود المنصوص عليها في اتفاق رياض عام 2013 والذي وقعته قطر قبل أن تنكثه هو البند المتعلق بعدم دعم الأطراف اليمنية التي تشكل خطرا على المنطقة وينص هذا البند على عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن مما يشكلون خطرا على الدول المجاورة لكن الدوحة أصرت على اتباع سياسة مزدوجة من خلال الانضمام لقوات التحالف العربي من جهة ودعم الانقلابيين من جهة أخرى وهذا ما قاد المشهد اليمني لمزيد من التأزيم اتفاق الرياض الخطي والذي وقعته قطر كان بمثابة الفرصة الثمينة للدوحة في أن تعدل من سياسة العبث والدعم اللامحدود لجماعات الإرهاب وإذا ما أمعنا النظر في بنود الاتفاق التي نكثتها الدوحة جميعها سنجد ذلك البند الذي صار حربا اليوم على وهي المعارك الدائرة في الأراضي اليمنية بعدما انقلبت ميليشيات الحوث والمخلوع صالح على الشرعية اليمنية هذا التعهد الذي لو أن قطر لم تضربه عاد الحائط لكنا في حال أفضل والذي ينص على عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لكن الدوحة وقعت على ما يبدو وهي معصوبة العينين ولسان حالها يقول سنوقع اليوم وغدا نهار جديد نستأنف من خلاله دعم الإنقلابيين الحوثيين وهذا ما حدث إلى جانب دعم متطرفي تنظيم القاعدة لاحقا بالنظر إلى حجم المؤامرة ندرك حجم المأساة التي أدخلت اليمن في صراع لا حل له سوى الدعم العربي من قوات التحالف والذي انطلق من عاصفة الحزب إلى إعادة الأمل وحققت ما حققت من تقدم ملحوظ ومن باب رفع الحرج ترسل قطر قوة برية للحدود السعودية اليمنية قصد المشاركة في صفوف التحالف وبهذا تكون قد وصلت لغرفة العمليات المشتركة المليئة بالمعلومات والإحداثيات هي لا شك وجبة دسمة للقوات القطرية تقاسمتها مع الإنقلابيين وما إن قررت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قطع علاقاتها مع الدوحة أصدرت على الفور قيادة التحالف العربي بيان إلغاء مشاركة قطر من التحالف العربي ولهو قرار حكيم كما أجمع الخبراء والمحللون وما يؤكد صحة مورد حول العلاقة القطرية الحوثية الوطيدة هو تصريح الرجل الثاني ورئيس اللجنة الثورية لجماعة الحوثي في تقديم الدعم لقطر ترجمة نانسي قنقر